اشتركوا في القناة العملاق مش كل من نظف عملاق مجمع الملك الحسين للأعمال متابعين متابعي طقس العرف الأردن نسعد الله وقاتكم بكل خير نستعرض إياكم هذه النشرة الجوية الرئيسية التي ستكون محرورة وكالتالي استمرار تأثير الكتلة للحارة وأيضا تقص حار في عموم المناطق بسبب هذه الكتلة وتفاوت على درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع من يوم إلى آخر لا بس نبدأ نشراتنا باستعراض لصور الأقمى الصناعية بالتقطة خلال ساعة صباح اليوم وتوضح خلوع عموم منطقة بلاد الشام وشرق الأقل الحرارة من توسط وأيضا المملكة من الغيوم وبالتالي ستقص في هذه المناطق ننتقل الآن إلى خرائط توزيع الأنظمة الجوية المسببة لهذه الكتلة الهوائية الحارة التي تتأثر فيها المملكة حيث يلاحظ اندفاع لهذه الكتلة الهوائية الحارة من منطقة الجزيرة العربية باتجاه المملكة بدأ تأثيراتها يوم الأحد وتوقع أن تستمر لعدة أيام خلال هذا الأسبوع ننتقل الآن إلى خريطة توزيع الكتلة الهوائية وأيضا توزيع الحرارة على طبقات الجو المتوسطة من الاثنين وحتى الخميس لاحظ استمرار لسيطرة هذه الكتلة الهوائية الحارة لكن مع تراجعها بشكل طفيف اعتبارا من يوم الأربعاء لكن تعود درجات الحرارة إلى الارتفاع مجددا يوم الخميس لكن بشكل عام نستطيع أن نقول أن درجات الحرارة استطقى أعلى من معدلتها لمثل هذا الوقت من العام طيلة الأسبوع الحالي لكن هناك تفاوت على درجات الحرارة بين اليوم والآخر أي يوم الثلاثة هناك انخفاض قليل على درجات الحرارة مقارنة بيوم الاثنين أيضا يوم الأربعاء هناك انخفاض قليل لكن تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلتها يوم الخميس هناك ارتفاع على درجات الحرارة ننتقل الآن التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة حيث يسود طقس دافع 24 درجة مئوية متوقعة مع طقس صافي أما بالنسبة للثلاثة أيام القادمة بإمن الله درجات الحرارة مرتفعة أعلى من معدلتها لمثلها هذا الوقت من العام يوم الثلاثات الصافي 35 درجة مئوية أما الصغرى 23 يوم الأربع انخفاض قليل على درجات الحرارة 34 إلى 23 ويوم الخميس 33 إلى 24 في نهاية نشرتني لباس أن نستعرض هذه التوصيات خلال هذه خاصة خلال هذه الظروف الجوية هي عدم تعرض طويل وانبواشر لأشعة الشمس وأيضا الاكثار من شرب السوائل والمرطبات الباردة أثناء النهار وعدم ترك عبوات التعقيم أفواً داخل المركزات إلى هنا تنتهي نشرتنا إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر